كل اتجاه صعد ولوه تصحيح وكل رالي لازم له فبوط ده بيكون صحي للاتجاه عشان يقدر يستكمل مسارات الصعود وده بالضبط اللي حصل مع مؤشر تاسي الاسبوع ده اهلا بكم معاكم يوسف عزة من قناة اكاديمية تاسي والنهاردة هنكون بنقدم التحليل الفاني الاسبوعي لمؤشر تاسي واهم الاسهم السعودية وفكر حضراتكم تقدروا تتابعونا على كل وسائل التواصل الاجتماعي عشان تشوفوا كل تحليلاتنا وكل دروس التعلمية ودلوقتي يلا بينا نبدأ التحليل وهنبدأ مع هدرتكم بتحليل مؤشر تاسي وزي ما كنا تكلمنا في اول الفيديو ان المؤشر واجه بعد التصحيح الهابط على الاطار الزمن اليومي كان صعد بشمعة يوم الاحد الماضي بفجوة سعرية صعدة وكون لنا من شمعة يوم الاثنين لشمعة يوم الخميس الشموع هابطة وكان عندنا مشتوى المقاومة اللي كنا اشارنا اليه بناموزة ده مستوى المقاومة 1252 ده مستوى المقاومة اللي اشارنا منها ان المؤشر ممكن يهبط اليها عندنا مستوى المصر 1110 هاي المستوى المحورية للمؤشر لو قدر انه المؤشر يكون بيزبط اعلاها ويصعد منها لاعلى ده هيكون بيكون مرة تانية المستوى 1252 ثم 1222 ولكن لو المؤشر اغلق اسفل مستوى 12110 ده هيكون مؤشر سلبي على المؤشر وهيكون التدولات لمستويات 12940 ومنها 11990 واللي تعتبر هتكون 50% من الموجة الصعدة يقدر نبني منها تدولات طويلة الاجر بعد كده ولكن مستويات 11110 هي هتكون الفيصل لنا سواء بالسبات علىها او بالاختراك منها نروح ليه ساحن ارامك وساهم ارامك كنا تكلمنا انه اه كنا عندنا مستويات 33.15 32.80 هاي دي المستويات اللي احنا اه كنا هنكزرين منها اه الصعود بالفعل السعر قدر انه اخرج من هذه المنطقة بالقرب من مستويات المقاومة 33.95 ولكن الاسعار لم تلمس هذا المستوى بالكامل ولجع مرة تانية تدخل داخل المنطقة فوق متوسط متحرك متى اه طبعا منتظرين ان السعر يكون اه بيعلى وبيكون باستقر اعلى منطقة المقاومة منطقة الدعم علشان نقدر نبني التداولات مرة تانية ويكون مفتزفات من 33.95 و34.90. ولكن لو الاسعار اللاقت اسفل 32.80 واسفل متحرك متين ده هيكون اشارة سنبية ان احنا بنرجع مرة تانية لمستوى تدعم 32 ومستوى 31.50 ومنها ممكن نكون بنبني مراكز اه شرائية مرة تانية على سهم اه اه ارابكو نروح لسهم بنك الانماء وسهم بنك الانماء بتحرك فيه خط تجاه صاعد زي ما احنا شايفين وصل اه بالكرب لمستوى المقاومة اتنين واربعين اربعين لا يفضل دلوقتي الدخول اه في صفقات شرائية حاليا ولكن يفضل الانتظار حين عاد تختار فضل اتجاه الصاعد والمستوى الدعم 39.85 هيكونوا فرصتين جايدتين لما السعر يوصل للمستويين دول نقدر نبني مراكز شرائية جنيدة وهنستهنف اتنين واربعين اه اربعين وبعد كده هكونوا عندنا قيمة تانية خلال اه العام الحين نروح لسهم بنك الراحل بنك الراحل من خلال الربع الاخير من العام الماضي قدر انه يعمل روني قوي وسريع زي ما احنا شايفين بيتحرد فيه قناة سعرية اه صاعدة قدر انه يوصل لمستهدفات اللي كنا وضعناها قبل كده في الفيديوات السابقة عند مستويات تانية وتمانين فاصل سبعة ودلوقتي هو بالكرب من مستويات خمسة وتمانين فاصل اتنين منتظرين انه يصل لمستويات خمسة وتمانين فاصل اتنين بالكرب من الحد السوف للقناة السعرية السعيدة ومنها هنشوف اه استهدافات تانية لمستويات تمانية وتمانين فاصل سبعة تلاتة وتسعين وبعد كده مستويات مية واثنين وقلنا ان سامة بنك الراحل هو اه فرص الرهان اللي احنا بنراهن عليه خلال عام عشرين او باع عشرين وهيكون ليه ارتفاعات قوية خلال العام الحاج نروح ليه ساهم سابق وساهم سابق زي ما اه اشارنا بتحرك فيه القناة السرعية صعيدة القرب من مستوى الدعم 99.3 ومن مستوى التمانين عليه فرصة بعيدة جدا ولكن منتظرين اغلاق هجاب يوم اه الاحد بشامعة صعيدة عشان يقدم التأكين بدخول في صفقات سرعية يكون مستهدفاتنا وخمسة وتمانين فاصل اتنين هتكون فرصة جيدة باستهداف من تلاتة لخمسة ريال في صفقة واحدة ما ننساش ان عندنا نموذج هارمونيك كان متكون عندنا هون نموذج الهاتبات ولسه لنصل الى كامل مستهدفاته فهتكون فرصة جيدة مع تدولات يوم الاحد لو شفنا شامعة ايجابية سعادة نده ندخل في صفقات اه شرعية نروح لسهم اه المنجم المنجم برضو كان عندنا نموذج هارمونيك خاصة اللي كان من مستهدفاته عند مستوى مقاومة اتنين وسبعين فاصل سبعة ودلوقتي هو هبط منه باعتبار مستوى مقاومة وباعتبار الحد العلوي اللي بقى ناس رالية السعادة من قاع نوفمبر الماضي الدخول دلوقتي في صفقة بنك المنجم سيكون افضل شيء ولكن هفضحنا نكون بننتظر اللي اعادة اختبار مستويات تلاتة وسبعين وبعد كده نعيد اختبار مستويات اتنين وسبعين فاصل اربعة المستويين دول مستويين مستويات دعم جيدة جدا هتكون برضو بالكرم من الحد السوفلي للقناة السعرية السعادة منها نقدر نبني تدولات مرة تانية ومراكز اسرائية واستهدف نفس مستويات المقاومة عند ستة وسبعين فاصل ستة تمانية وسبعين فاصل سبعة ونختل مع حضراتكم بسهم بنك البلاد وسهم بنك البلاد بتحرط فيه اتجاه الصاعد حد الزاوية بشكل كبير ايضا نوصل لكامل مستهدفاتنا الهارمونيك عند مستويات ستة واربعين عشرين اللي بتعتبر دلوقتي مستويات مقاومة السعر بيهبط منها منتظرين الوصول لمستويات اربعة واربعين فاصل تلاتين تلاتة واربعين فاصل تلاتين عشان نقدر نبني منها مراكز سرائية جديدة طبعا عندنا الحد سوفلي للقناة السعرية السعادة الموضح عمامنا لا يفضل التداول عليه لانه قناة سعرية حدت الزاوية فهتكون فيها منخطرة كبيرة لو دخلنا من قناة سعرية بالشكل ده ولكن مستويات اربعة واربعين فاصل تلاتين تلاتة واربعين فاصل تلاتين لو السعر وصل لها هنقدر نبني مراكز سرائية جيدة وجديدة تكون اقصر امان وبكده هنكون انتهينا من تحليل الفني الاسبوعي لمعشر تاسي واهم الاسهم السعودية لو عندكم اي سؤال اي استفسار بخصوص اي سهم اكتبولنا في التعليقات وهنكون بنرد عليكم ونشوفكم ان شاء الله في حلقات تانية